أنت طبعا من مواليد 83 من مواليد الكويت مو البصرة بعدها رجعتوا للبصرة بعد الحرب يعني شو داهم أهلك للبصرة أصلاً شوان صار لا وإحنا أصلاً يعني أبو إي الله يرحمك نساكم بالبصرة يعني من زمان بالزبير فبسنتك 72 راح للكويت ومن 72 بقى الـ 91 فخلال هالفترة اجيت أنا واللي قبلي الأكبر مني فات خمسة تقريباً شو خمسة تقريباً هو خمسة يعني تقريباً شو بحث يعني اجينا بالكويت يعني فإحنا ولادتنا كويت لكن جناسين عراقية يعني أبوي وم عراقيني طبعاً فبالـ 91 يعني لما صارت بالـ 90 لحدات ورجعت لكويت بالـ 91 فخلصت الإقامة شايف هاي الإقامة تخلص تروح تجددها يعني فلما راح قالوا عمي فتحت شي صديقة ترجى العراقي بعد خلص ماكو تجديد جنسية وما زرت الكويت السفارة نسدت والكذا والعلاقات قطعت فهي عراقي تخلص إقامته يرجع للبلدة رجعنا للبصرة أيضاً اللي يعني المدينة اللي أصلاً عافى أبوي بسبعينات بسبعينات زيان أحس أنه قبل البطولات وقبل النجومية من شنة بدايتك كنت يعني صريح أكثر بمنشوراتك بكلامك بكل شي هل النجومية ثمن أنك تكون نوعاً ما محايد أو خلق أقول سطحي إلى حد لا 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 أعشت إذك أنت خوش تسأل أنا صح نباتل شايف أنت الفيسبوك ما يذكرك قيل لك هذا المنشور قبل ثمان سنة ما يشتاش رغاني شنه لو تشوف يمكن كل منشور يطلع لي ذكرها أمسحة جيش كنت أقول أنا وهذا الشن نحشي عنه اللي هو النضج أنا مو بس منشورات تصريحات عندي يعني حتى وراء ما بي تشتغل يعني كممثل وكذا أقول لقاءات عندي قديمة متكلم بها كلام أقول أنا وين كان عقلي من صراحتها تصريح لحظة قناعاتي ما تغيرت على فكرة هي بعدها نفس القناعة بس الكلام لازم ينقال بطريقة ألطف من هاي اللي انقالت شنه شي ندمت على أنك صراحت فيها والله يشوف أكو تصريحات ندمت على قلت لك القناعاتي ما تغيرت لكن لو أسأل من جديد قد ما أجواب يعني أنا كو واحد من المقاطع اللي اليوم يعيدون بها يعني اللي هي لما قلت أنه أنا أؤمن بأنه يعني الدعاء أوكي ممكن يريحك نفسيا لكن ما إلى أي تأثير على الإنسان عملك هو إلى تأثير كثيرا كثيرا يكون ناس أعتقدوا أنه هذا يعني وكأنه دعوة الإلحاد أنا هسي إذا تسألني هذا السؤال أقول لك لا هل تغيرت قناعة لا بعدها قناعة نفسها لكن ما يسين تتروح للمشاهد وتقول لك تصدم الدعاء نعم مصح فيذلك أنا يعني واحد من الناس يعني أتندم على هذا التصريح يعني أقول لا لو أسأل لي مفوضة جاوب أنت طبعا يعني خلينا نقول أنك علماني الفكر صحيح يعني هو خلينا نقول يعني أؤمن بال يعني شون تقول بالأسباب الطبيئية لكل شيء أي ونعتقد هذا ما يعرض الدين رغم أنه على فكرة رغم أنه الدين يعني ريحك نفسيا يعني ليش أقول لك أنا يعني شوق جاتك هالقناعة هل ليش قناعة ما تيجي على غفلة لازم تيجي بعد لا يتراكمات شوية 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 لكن مثل ما قلت لك صدقني الجانب الروحاني بعدها موجود طيب وبعدني مثلا لما واحد لما مثلا يعني أيام رمضان تبعث بداخلي فعلا هذا شيء موجود السكين لكن مثلا تفسيري للأمور هي بالسيادي تفسير الأمور أصبح مختلف عن السابق يعني ضايت أفسرها بطريقة طبيعية عمرك تابعة رجل الدين أو يعجبك طبعا لا 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 وما زلت تابع رجال الدين تابع رجال الدين أسمع منهم يعني شيء أكيد مثل منه يعني سيد كامال حيك يريد دائما أسمعها كتابع رجال يا خيار